طلب مصدر رفيع المستوى إسرائيل بمراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات إلى القطع وشدت المصدر على أن النواية والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إنسيناء مرفوضة مصريا ودوليا وأضف المصدر أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة هي عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول لأراضيها يؤكد نواية ومخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين لسيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع وجدد المصدر رفض مصر بشكل قاطع المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء وأكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها